اهلا بكم من جديد مشاهدينا في الدقائق القليلة القادمة سننقي الضوء على الضوابط والمحددات التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات فيما يخص الدعاية الانتخابية بين النصوص وامكانيات التنفيذ حيث حددت بالفعل اللجنة العليا للانتخابات ثلاثة ضوابط تحدد مصار الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات النيابية المقبلة المحددات الثلاث هي عدم استخدام شعارات دينية وعدم استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية وكذلك عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأحد المرشحين فيما حددت اللجنة ضرورة ألا تتجاوز نفقات الدعاية الانتخابية نصف مليون جنيه مصري حول هذه الضوابط وإمكانيات ضبطها والالتزام بها ومعاقبة مخالفيها معنا عبر الانترنت من القاهرة الأستاذ أحمد أبو المجد المنصق الميداني للحملة الشعبية لمراقبة الانتخابات أهلا بك أولا أستاذ أحمد أهلا بك نعم أستاذ أحمد هل تعتقد أن الضوابط والمحددات التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات كفيلة أو قادرة على ضمان دعاية انتخابية متزنة ومتعدلة بين القوى السياسية المختلفة؟ الضوابط التي وضعتها اللجنة العليا للدعاية هي ضوابط جيدة ولكن ليست لها آليات ليست لها أزرع لتنفيذها يعني مثلا سقف الانفاق وضع سقف الانفاق لكن لم توضع آليات محددة لمتابعة هذا الانفاق احنا في اللجنة كنا قلنا من ضمن التوصيات بتاعتنا أنه لازم كل مرشح أو كل قائمة أو كل حزن يصرح نصادر تمويله للحملة بتاعته من خلال أنه ينشئ حساب بنكي هذا الحساب يغضع لرقابة لرقابة اللجنة العليا وتعد ميزانية محددة هذه الميزانية يعدها محاسب قانوني يعلن عن ميزانية وبالشكل ده هنتيخ لللجنة العليا متبعد سقف الانفاق لكن من غير وجود هذه الآليات والتي لم تنص عليها اللجنة العليا إذن اللجنة تكون بلا أزرع من أجل مراقبة عملية الانفاق وهل الانفاق زاد عن هذا الحد أم لم يزيد ما هي الآلية؟ يعني إذن هي المشكلة أستاذ أحمد هنا في الآلية لا توجد آلية واضحة لتنفيذ مثل هذه الضوابط صحيح صحيح وفي غياب الآلية المتاح أمام اللجنة العليا هي أنها تنتدى القضاء للتحقيق والقضاء يستمر التحقيق لفترات طويلة لا يكون فترة الدعاية انتهت بل فترة الانتخابات انتهت وأصبح المرشح الذي اخترك هذه القواعد أصبح عضو في البرلمات لكن يا أحمد متى يحدث؟ أنا كحزب اتهمت حزب آخر بأنه تعدى يعني النطاق المحدد في الدعاية الانتخابية في الصرف على الدعاية الانتخابية ماذا تفعل هنا اللجنة العليا للانتخابات أحمد؟ المختص بذلك هي اللجنة العليا واللجنة العليا لديها لجان هذه اللجان منهم لجنة للشكاوة هناك دفتر لهذه الشكاوة يتم قيد الشكاوة من الأحزاب أو من الأفراد في دفتر لهذه الشكاوة ثم تحال الشكاوة لجهات تحقيق للنظر فيه لكن مع غياب الآلية يبدو الأمر صعب أمام جهات التحقيق لذلك نعم هل هذا الأمر غياب الآلية ينسحب أيضا أستاذ أحمد على النص الخاص بعدم استخدام الشعارات الدينية أم أن الأمر في هذا السياق هو أوضح؟ صحيح الأمر ليس متعلق بالآلية بمقدار ما هو متعلق بحالة من حالات الصراخ في مواجهة الدعاية الانتخابية التي تتند إلى الدين بالمخالفة لقرار اللجنة قرار 21 لسنة 2011 التي أصدرته اللجنة في المدى الثانية منه اللي بينص على امتلاع المرشحين والأحزاب عن استخدام الدعاية الدينية في فترة العيد وخصوص انتصالات العيد وجدنا حالة من حالات المبارزة الشديدة من دين الأحزاب التي لها انتمعات إسلامية تستخدم الدين بشكل فجر وصل لحالة من حالات الصراع على ساحات الصلاة وصل لحالة من حالات الصراع في خطب العيد التي لم تتناول أي شيء متعلق بصلاة العيد أو بالأرخية أو بغيرها أو الموضوعات المفروضة تتنم في العيد وكأنك تقول أن هذه الشعيرة الدينية قد تم استخدامها سياسيا من قبل بعض الأحزاب المنتمية للطيار الإسلامي صحيح صحيح وفي حال الصراع شديد يعني الصراع كان على الساحات ابقى معي أستاذ أحمد أنا معي على الهاتف أيضا الدكتور جمال نصار مدير مركز الحضارة للدراسات المستقبلية أهلا بك معنا دكتور جمال أهلا بك أستاذ أحمد أهلا بك أستاذ أحمد أستاذ أحمد معي كما سمعت على الإنترنت أستاذ أحمد أبو المجد وكان له أكثر من ملاحظة على مسألة الضوابط التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات فيما يخص الدعاية الانتخابية الملاحظة الأولى في مسألة الآليات التي من خلالها تقوم هذه اللجنة بمتابعة تقييم هذه النصوص على الأرض وعلى الواقع هذه كانت الأولى أما الثانية يرى أن بعض الطيارات الإسلامية أو الأحزاب ذات الصبغة الإسلامية استخدمت شعيرة دينية ألا وهي صلاة العيد في الدعاية الانتخابية يعني هل ترى مثل ما رأى أحمد بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك أستاذ أحمد ولكل فريق عملك هو الحقيقة يعني مع تقديره أسترامي للكلام أستاذ أحمد أنا ربما أتفق معه في الجزء الأول من كلامه أما فيما تعلق بالجزء الثاني فالحقيقة ربما يكون فيه كلام مرسل لأنه في الحقيقة نحن لا نريد أن تقوم اللجنة العليا لانتخابات باستنساخ تجارب النظام السابق البائد وعادة استخدامها وهذا أمر الحقيقة يخالف الدستور نفسه يعني السؤال المطروح ما هي الشعارات الدينية التي طلحت إن كانت من قبيل أو من شاكلة الإسلام والحل فهذا شعار دستوري سياسي وليس شعارات دينية لكن لم يحسم يا دكتور جمال حتى الآن اللجنة العليا لانتخاباته المستشار عبد المعز إبراهيم قال بشكل صريح نحن نرفض كل الشعارات الدينية يعني من وجهة نظرك أين نضع شعار الإسلام هو الحل هل هو شعار ديني أم شعار سياسي أقول لك هو شعار سياسي بامتياز والدليل على ذلك أنه في الانتخابات السابقة تم اعتقال حوالي 1018 من أعضاء جماعة الإخوة المسلمين في حوالي 22 محافظة وتم إحالتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة استخدام شعار الإسلام والحل و218 دائرة جنح أصدرت أحكام ببراءة هؤلاء جميعا وقالت أن هذا شعار دستوري وهناك أحكام كثيرة ويصل عدد القضاءة الذين أصدروا أحكام بالبراءة في هذه القضايا حوالي 872 قضايا للحقيقة موضوع الإسلام والحل وهذا الشعار تحديدا ليس هو قضية القضية الآن لكن أريد فقط أن أضح للسادة المشاهدين أنا دكتور جمال نصر مدير مركز الحضرة للدراسات المستقبلية عضو أيضا جماعة الإخوة المسلمين وأنت كنت المستشار الإعلامي للمرشد العام دكتور جمال هل هذا صحيح؟ نعم سابقا نعم نعم سابقا مسألة الشعارات الدينية التي تستخدم في الانتخابات يعني ما هي الغير مقبول منها من وجهة نظرك دكتور جمال شوف أستاذ أحمد أنا لا أريد أن أتحدث كثيرا في هذا السياق لأنه لا يجب أن نعطي لهذا الموضوع أكثر من حجم القضية في الأساس هي خاصة بيئة البرامج وأنا أتصور أنه الذين يركزون على جزئية الشعارات وخصوصا الشعارات الدينية يستقيدون التواصل مع الشارع المصري ويجب الحقيقة أنهم يستخدموا سليب متنوعة للتواصل مع الشارع الإخوان كما تعلموا التواصلون مع الشارع من فترة طويلة برغم التضيقات المتعددة والمتولية لهم في جميع المحافظات في الفترات السابقة ومع هذا أقول أن الإخوان لا يستخدموا شعارات دينية ولا يجب وكذلك أيضا كل التعارات الإسلامية لا يستخدمونها شعارات دينية أما أكرر مرة أخرى إذا كان بخصوص شعار الإسلام هو الحل فهذا شعار سياسي وشعار دستوري وأخذت به أحكام قضائية عديدة تصل إلى عشرات بالمئات الأحكام أشكرك شكرا جزيلا دكتور جمال نصار مدير مركز الحضارة للدراسات المستقبلية وعضو جماعة الإخوان المسلمين وأعود مرة أخرى إلى الأستاذ أحمد أبو المجد كما سمحت دكتور جمال يقول أن شعار الإسلام هو الحل ليس شعارا دينيا إنما هو شعار سياسي على أي حال نعود للموضوع مرة أخرى أحمد تنشب دائما يعني معارك بين الأحزاب البعض يتهم البعض الآخر بتمزيق اللافتات هل هناك ضوابط لهذا الأمر يعني ماذا يفعل الحزب إذا بالفعل وجد يعني مزقت لافتاته بشكل أو بآخر هل هناك مكان للشكاوى في هذا الأمر؟ هذه تقبر جريمة وضطا بنص قانون مباشرة للحوة الشياتية البدر الرابع منه هي جريمة انتخابية وعاقب عليها القانون وتختص النيابة العامة بالنظر في هذه الجرائم وتحقيق هذه الجرائم وبالبناسبة والإضافة لمقال أستاذ جمال وصار جماعة الإخوة المسلمين تم رز عدد كبير في أماكن كثيرة تم لزق أو لزق الدعاية الانتخابية للجماعة على دعاية انتخابية أخرى لمرشحين من أماكن أخرى وهذا نوع من أنواع التحايل وده مجرم قانونة يعني وللحقيقة هو ليس معي الآن دكتور جمال نصار للرد على هذا الاتهام منك أستاذ أحمد لكن ماذا فعل في هذه الحالة وأنت كمراقب للعملية الانتخابية والدعاية الانتخابية ماذا فعلتم أنتم؟ تم رز عدد كبير جدا من هذه الانتهاكات وسيصدر قريبا خلال أيام القادمة تقرير عن الانتهاكات التي حجفت في حالة الدعاية ونحن نهيد باللجنة العليا أن تقوم بدورها في ذلك وتحديدا في منع كل الانتهاكات واللجنة العليا لديها سلطات كبيرة في ذلك فمن سلطتها شب المرشح أو القائمة التي ترتكب هذه الانتهاكات وقرار اللجنة قرار 21 لسنة 2011 دي نصف عدد وقت لللجنة العليا الصلاحية أحمد هل أنتم الدوري الأساسي لكم فقط الرصد وتقديم تقارير عن هذا الرصد أم من الممكن أن تتحركوا بشكل إيجابي للشكوى ضد حزب ما أو مرشح ما؟ نحن بها محايدة تقوم بعملية المرأبة فنحن عبارة عن مرآل المجتمع ينظر فيها المجتمع ليرى صورة الانتخابات التي يقوم بها ما هي الإيجابيات ما هي السربيات لكن هناك جهات منوض بها إدارة العملية الانتخابية منوض بها الإشراف على العملية الانتخابية كمان في أطراف لها حق التدخل بشكل إيجابي زي المرشحين إذا وقع عليهم أي انتهاك أو مخالفة للقانون أو تعد على أي حق من حقهم من حقهم اللاجنة العامة من حقهم التواصل مع اللجنة العليا ومع طروع اللجنة العليا في المحافظات من أجل التقدم بشكاوى في حالة الوقوع أي انتهاك لأي حق ابقى معي سيد أحمد أبو المجد نضم إليه الآن على الهاتف أيضا الأستاذ أبو العز الحريدي القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي أهلا بك أستاذ أبو العز معنا أهلا بك أستاذ المستمعين أستاذ أبو العز هل هناك بالفعل آليات حقيقية لتنفيذ الضوابط التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات وتحقيقها على أرض الواقع أم لا توجد آليات كما قال الأستاذ أحمد أبو المجد منذ قليل والله الضوابط الحقيقة أنا من وجه نظر أنتبدأ باللجنة نساها اللجنة نساها وضعت الانتخابات في محق أنها تبقى باطلة وغير دستورية بمعنى نتيجة أنها أثبت على أنها تبقى باطلة وغير دستورية لإسرارها أن التصويت تبقى في يوم واحد ويوم واحد ده لا يكفي للناخرين لأنه لو المواطن هيأخذ خمس دقائق عشان يقدم بطاعته ويعلم عليها وانتخب فردي وانتخب أيمة وحب البطاية لكن أستاذ أبو العز للحقيقة أنا لا أريد أن أخرج عن الموضوع الموضوع عن الضوابط التي وضعت للدعاية الانتخابية يعني الجزء الخاص بالإنفاق نصف مليون جنيه هذا معناه إعتراف من اللجنة أن الانتخابات تجري بين مجموعة من الناس بإمكانياتهم تزيد عن نصف مليون جنيه اللي هم مفرحها للانتخابات ده معناه أن الكلام عن الأمال وعن الفلاحين أمر غير جائز لذي نقطة نقطة الثانية التلاعب بالشعرات المنسوبة للدين أو غيره عملية مطاطة لأنه ممكن يقوله لماذا يغد الكلام ده لكن حينش يقول الكلام ببوحه هتقوله إيه أنت هنت الكلام ده ليه هذه عملية الأصل فيها أنها كان يبقى فيها عرض سياسي وتشريح للمواقف هذه الشعرات تصلح ولا ما تصلح شي تتفق مع جوهر الدين ولا تتناقض مع جوهر الدين تأدي إلى أن تتفق عرض سياسي للحقيقة يعني أستاذ أبو العز وأنت سياسي قديم من الصعب يعني أنت اللجنة العليا يعني ستسير وراء كل مرشح من يتبعه حتى يستمعون نعم تفضل أحييك على هذا أنا أحييك على منحصك عشان كده هذه الضابط الشكلية لا أساسا أنها مش حدرة تعملها أنا ما عملها شيافتها وما عملها شي مصرها إنما مثلا حمشي أقول الكلام ده كيف هزا ما تبدو حدوق عسكري ثم هو ماشي يسجل المرشح ثم هو أعوان المرشح وأعوان أعوانه حاملونه إيه إذن ما هو الضابط من وجهة نظرك أستاذ أبو العز الضابط من وجهة نظرك لهذا الأمر هل الوعي لدى المواطن المصري هو الضابط لهذه العملية وللمحددات التي وضعت للدعاية الانتخابية الوعي هنا يقود إلى المواطن دي درجة لكن الدرجة الأهم منه أن السلطة القائمة تثيه للإعلام والدرنامج عند حداتك وغيرك من الفضائيات والصحافة فرصة أنها تشرح هذا الكلامه تشرح هذه المسترحات تشرح برامج الأحزاب بحيث أنه فيه عملية اتخابية حقيقية الذي يجري الآن هو انتخاب على ضياد إذا كما يعني حيبقى انتخاب على ضياد ووفقا لشعارات مفهمة حتى لما هي الشعارات الدينية ولا حاجة اللي يتكلم عن عدالة ومساواة وتنمية ولم يقدم أي برنامج ولم يقدم أي تفصيلات سياسية لبرامجه ولا كيف يتحقق هذا ما هو هذا نوع من تذيب الوعي ذي اللي بيستخدم شعار منسوق للدين برضو لتذيب وعي الناس وامتصار إرادتها واابتساب أصواتها شكرا جزيلا أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أبو العز الحريري القيادية بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وأعود مرة أخرى مع الأستاذ أحمد أبو المجد عبر الإنترنت أبرز الانتهاكات التي وقعت خلال الأيام القليلة القادمة منذ بدء الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية أحمد والتي رصدتموها من خلال الحملة الشعبية لمراقبة الانتخابات هناك ثلاث محاور أساسية منها الدعاية الدينية والدعاية الدينية تكلمنا عنها ويمكن حزب الأحزاب الإسلامية منها حزب النور تحديدا قام انتهاكات وفع جدا في هذا الإطار منها مسيرات انتخابية تم رفع المطاحب فيها وهتفاد دينية الإخوان المسلمين دي يتحايلوا على فكرة الدعاية الدينية من خلال أنهم يحطوا اثنين بوستر بوستر مخطوب عليه جماعة الإخوان المسلمين بتلموا الحل وبجواره بوستر آخر مخطوب عليه حزب الشرية والعدالة وشعار ليس ديني اللي هو نحن الخير لمصر محور الآخر محور الصراعات القبلية وده تحديدا في محافظات السعيد كثير من المرشحين استغلوا الصراعات القبلية والمشاكل التي كانت بين الأسر الكبيرة والعائلات الكبيرة في السعيد وتم تسكية هذه الميران فوجدنا أحداث عمف وطأر أحمد داني أتحدث في مركز دار السلام في دميات في الأقصر في أطيود المحور الثالث من الانتهاكات المحور الذي يتناول نظرة للمرأة تحديدا دعاية مضادة لفكرة المساواة بين الزجل والمرأة وده مخالف لقواعد الدعاية التي تنص على عدم أو الامتناع عن استخدام أي شعرات تفرق بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدات هل رصدتم شعرات أحمد أو لافتات أحمد هل رصدتم شعرات أو لافتات بالفعل تفرق بين المرأة والرجل وكيف كانت شكل هذه الشعرات موجود مثلا قايمة لأحد الأحزاب لا تحتوي على صورة امرأة أو يضعوا بدل صورة السيدة المرشحة وردة أو صورة زوجها أو لا يضعوا صورة ده نوع من أنواع التمييز الواضع يعني لماذا ترى تمييزها أحمد لعلها منتقبة مثلا وبالتالي الصورة وهي منتقبة ستكون ليست ذات قيمة الفكرة حتى ذاتها وعدم المساواة بين المرشح والمرشحة ويضعوا بين الرجل والمرأة إخفاء المرأة لأنه دي بيرجع لخلقيات ثقهية ممكن يكون متصورين من المرأة عورة كل دي صور ممكن لو سكتنا عليها ولو اللجمة العليا من الانتخابات لم تأخذها باعتبار جدي ومواجهتها بشكل حقيقي فنجد بعد ذلك حالات من حالات التنميز أكبر نعم أحمد سؤال الأخير هل نعول على وعي الناخب المصري يعني في حفظ هذه الضوابط على أرض الواقع بعيدا عن القانون وعن المراقبة هل بالفعل وصل الوعي لدى المواطن المصري والناخب المصري لدرجة تسمح له أن يكون هو المراقب للعملية الانتخابية بنفسه بعيدا عن القوانين وبعيدا عن اللجنة العليا للانتخابات صحيح نحن نمر بانتخابات بعد صورة ولا بد أن يكون كل أطراف المجتمع دواجلهم في ذلك المواطن العادي له دور في مراقبة الانتخابات لأنه هو المستفيد الأول والأخير من وجود برلمان حقيقي الأحزاب لا بد أن تضع مطاق شرف للدعاية بينها وبين بعضها ولا نرى التجاوزات والانتاجات التي تحدث بعيدا عن القانون لا بد أن تضع الأحزاب لفاق شرف للدعاية المنظمات الحقوقية والمنظمات المجتمع المدني لا بد أن تقوم بدورها وتحديدا منظمات المجتمع المدني وخاصة في مرحلة يوم التصويت لتأمين اللجان الأجهزة الأمنية لا بد أن تقوم بدورها في عملية متبعد عملية الدعاية ومتبعد اليوم الانتخابي وتأمين اللجان الانتخابية وتأمين المواطن بالوصول إلى اللجنة الانتخابية أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أحمد أبو المجد المنصق الميداني للحملة الشعبية لمراقبة الانتخابات كان معنا عبر الإنترنت من القاهرة شكرا جزيلا أستاذ أحمد عزيزي المشاهدين حاولنا خلال الضقائق القليلة السابقة أن نلقي الضوء على الضوابط والمحددات التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات لما يعرف بالدعاية الانتخابية في أمان الله ترجمة نانسي قنقر